اشتركوا في القناة ادانت منظمة الصحفيات بلا قيود الاعتداء على الذي تعرض له الصحفي مجل الصمد من قبل عصابة حوثية اعترضت طريقه اثناء عودته الى منزله في حي الصافية بصنعه يوم الخميس الماضي واقلت المنظمة في باني لها ان هذه الواقع تعكس صورة عن مستوى العدوانية المفرطة والممنهجة التي وصلت اليها ميليشي الحوثي تجاه الصحفيين والحرية الصحفية من المقرر ان تدشن المؤسسات التعليمية في المحافظات المحررة العام الدراسية الجديد الفين وثلاثة وعشرين الفين واربعة وعشرين يوم غد الاحد وفقا لخطة وزارة التربية والتعليم ويأتي تدشين العام الدراسي الجديد في المحافظات المحررة بعد حوالي شهر من تدشينه في المناطق الواقعة تحت نفوذ ميليشي الحوثي والتي شهدت مدارسها اضرابا واسعا منذ اسابيع للمطالبة بصرف رواتب المعلم هذا حذر مكتب التربية في عدد من اعلان عدد من مدراء المدارس تأجيل موعد العملية التعليمية لأسبوعا في مخالفة واضحة لقرار التقويم المدرسي والمعمم من وزارة التربية والتعليم وقال المكتب إن أقدا الأحد الموافق السابع والعشرين من أغسطس هو أول يوم الدراسين في المدارس الحكومية والقاصة بالعاصمة المؤقتة عدن وذلك حسب خطة الوزارة اقتصاديا تراجعت العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية وقال المصرفيون لمن شبابنا سعر الدولار الأمريكي سجل اليوم السبت 1453 ريال للشراء و1466 ريال للبيع كما سجل سعر الريال السعودي 384 ريال للشراء و386 ريالا للبيع في ظل تزايد الضغوطات على المالية العامة للدولة وزيادة الطلب على النقد الأجنبي في السوق المصرفية نهاية الموجز إلى اللقاء